يخرج شيري إلى السوق كأي رب عائلة إيرانية تجهز احتياجاتها لعيد النوروس ولكن التبطع لرأس السنة الشمسية الجديدة لهذا العام مختلف ففي إيران رئيس جديد أتى باتفاق نووي جديد إن عكس إجابا على السوق بعد سنوات من ارتفاع مضطرد للأسعار لمسنا الفرق خلال موسم الأعياد هذا العام بالفعل هناك تنوع في البضاء التي دخل العديد منها من الخارج بسهولة وبسلاسة أكبر ولم ترتفع الأسعار كثيرا مقارنة بالأشهر الماضية على رغم أننا نتوقع حالا أفضل للسوق خلال الأشهر المقبلة ومع هذا لا يمكن القول بأن الوضع إيجابي بالمطلق فلا تزال البلاد تعاني نسبة تضخم أدت لارتفاع أسعار السلع ورغم التحسن الاقتصادي الطفيف لم تعد الأرقام إلى حالها يتحدث الإيرانيون هنا عن ضرورة التحكم بالتجار في السوق لا يزال بعض التجار يرفعون الأسعار ولم يراعوا التسعيرات الرسمية نريد رقابة أكبر على هؤلاء فهذا سيساعد الحكومة والمواطنين على حد سواء اتفاق جينيف لم يكن اتفاقا نهائيا وينتظر المزيد من الخطوات لحل حالة مشكلات الاقتصاد الإيراني ولكن ما يواجه روحاني وفريقه المفاوض في الداخل يضع حجر عثرة أمامه أمام الحكومة تحديات كبيرة ورغم الاستقرار النسبي لمعدل التضخم الاقتصادي إلا أن نسبته لا تزال مرتفعة فضلا عن المشاكل الأخرى كالبطالة ومعدل الفقر والتحدي الأكبر هو أن تعطي حكومة روحاني للمواطنين ما يتوقعونه بعد التسويق لنجاح فريق المفاوضين النوويين ما دفعوا الاقتصاد في إيران ثمنا للعقوبة والحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على البلاد يحتاج بوقت طويل للترميم ولكن اتفاق جينيف وما تردد عن تبعاته الإيجابية أنعش السوق وأنعش الإيرانيين كذلك فرح الزمان شوقي المؤسسة اللبنانية للإرسال الانترناشنال طهران اشتركوا في القناة